رَضِّي أَقِيلْنِي عَفْرَتِي رَضَّاهُ وَاقْبَلْ دَوْبَتِي مَوْلَى يَا إِنِّي تَايْبُونَ لَا لَنُعِيدَ الْكَرَّتِي لا تصلي في موضع صلاتك فقط لكن صلي في السماء السابع أيضا جاء في كتاب المتشابهات الجزء الثاني سؤال ثلاثة وثلاثين لماذا التكبير بداية الصلاة فأجاب الإمام أحمد الحسن عليه السلام أنت تريد في الصلاة العروج إلى الله ومواجهته سبحانه وتعالى فالصلاة معراج المؤمن ولا يتم العروج إلا بارتقاء السماوات السبع ومفتاح كل سماء والعروج إليها ومنها إلى التي تليها هو الله أكبر أي أنا العبد الناقص الفقير أقصد الرب الكامل الغني وأريد أن أرتقي وأصل إليه سبحانه لأواجهه وأسبحه بمتحتي وثنائي عليه سبحانه بفضله ومنه عليه سؤال 34 من نفس المصدر السابق ما معنى تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ فيجيب الإمام أحمد الحسن عليه السلام التكبيرات للإحرام في الصلاة هي سبعة في الحقيقة وليست واحدة وإن كان الإحرام بواحدة جائز إذا أراد بها السبع تكبيرات المقارنة للسبع سماوات وكل تكبيرة تتعلق بسماء فقول الله أكبر الأولى أي إن الله أكبر من السماء الدنيا والأولى بكل ما فيها من خير وشر وتفاصيل مهما عظمت فأنت إذا عرفت أن الأرض بكل سعتها هي كحبة رمل في صحراء بالنسبة للمجرة وأن المجرة هي كحبة رمل بالنسبة للكون الجسماني وأن السماء الدنيا هي حبة رمل في صحراء بالنسبة للسماء الثانية وهكذا حتى يصغر في عينك كل ما سوى الله ويكبر في نفسك الله سبحانه وتعالى شأنه فتعلم أنه لا يصف ربي أقيني عفرتي رضاه وأقبل توبتي مولايا إني تايبون لا لنعيد الكرتي مولايا إني تايبون مولايا إني تايبون